اهلا بكم يا ريتب لما نبدأ ملخص الحلقة 19 من المسلسل ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وتقداروا بالمناسبة تشوفوا الحلقات اللي فاتت من اللاي اللي فوق بتبدأ حلقتنا لتسعتاشر لما بتيجي عيدة لعيلة جعفر وياب التعيط وبتعرفوا من جعفر مسكو الامن في المطار لانهم لقوا في شنطته مخدرات وانهم سابوها تمشي لانه قال انها طريته فوقتها عيلة جعفر بيتصدموا وبيبقوا خايفينه وبنرجع لجعفر اللي بيكون وصل مصر وهناك في مكتب ظابط بيحقق معاه وبيقول له انه هو متهم بالاتجار بالمواد المخدرة بس بينفي جعفر الكلام ده وبيقول له ان المخدرات مش بتاعته ولكن الزابط بيقول له انه هيتحبس اربع ايام على زمة التحية وانهم هيراجعوا كاميرات المطار ولو طلع حد ملبس ليه التهمة هيوفراج عنه اما لو الكاميرات ما جابتش ده فهياخد اعدام او مؤبد وبيكون جعفر مدهي جدا وبنرجع للسيف اللي بيخبط على باب جعفر ولكن ما حدش بيرد لان جعفر وعائلته بيكونوا في الاسم فبيسأل سيف كارم هو جعفر فين فبيقول له كارم انه هما مسكوه بمخدرات في المطار وانه هيتحبس وهيتعدم فبيدهي سيف جدا وبيروح لجعفر اللي بيبقى في السجن على زمة التحية وفجأة بيفتكر ان وهو في المطار خبط في شخص كان جاي من عند الشنطة بتاعته والشخص ده كان هو فعلا اللي حط للمخدرات فبيفهم جعفر ان عائلة حمادة اللي عمله في كده وواتها بيجي لزيارة وبتكون ام كارم وشاوي وبتشمت فيه وبتقول له انها فرحانة وهي بتشوفه بيتعذب هو وعائلته وانه هيتعدم فبيقول له جعفر وبيعيدها ان وعائلة اللي هي كارم وشاوي وواتها بتخافه وبتمشي وبنروح لزوجات جعفر الاربعة وبنشوف انهما متدين وخايفين لجعفر يتحكم عليه بالاعدام وبنرجع لشاوي اللي بيقول لوداد ان فكرة المخدرات تبقى بتاعت كارم فلما وداد بتسأله هو ازاي عرف ان جعفر مسافر بيقول لها ان هو عنده عيون جوا بيت جعفر ولما هي بتسأل مين بيقول لها ملهاش دعوة وتاني يوم بيتشوف ان هو بيدخل عمارة جعفر بحجة ان اخته دلال جوا فبيتشوفه وصيفة وبيتكون مداية منه جدا وفعلا بيدخل شاوي بيت جعفر وبيقول لأخته دلال ان بعد ما يتحكم على جعفر بالاعدام وتشوفه هو بيموت هو يخلص عليها مقابل انها سبت عائلتها علشان جعفر وبنروح لوصيفة اللي بيتزور ابنها جعفر في الحبس وبتقول له ان هو قوي ويقدر يتحمل وبتكون حزينة جدا ولما هو بيسأل على اخوه سيد بتقول له ان هو ازعلن جدا ومش بيتكلم مع حد فبيقول لها جعفر ان هو مش عايز واحدة من مراتته يزوره في السجن لانه مش عايزهم يتبهدله وبنرجع لسيد اللي بيفضل يعيط جنب ابر ابوه وبيقول له ان هو السبب انه ما شايلوش مسئولية وده اللي خلاه معادش يعتمد عليه ولا حتى حد بيخاف منه وبيقول له انه هو عايز يتغير بدل ما هو مش ميز من نفسه وبالليل بنشوف كارم اللي عمال يديق عائلة جعفر وبيقول ان كبير المنطقة هو شوئي وتاني ام بيتيجي وداد لسيد وبتقول له ان هو مش راجل وانه افضل حياته مسنود على جعفر وانه بدونه ما يسويش فبيكون سيد زعلان جدا ومش قادر يعمل لها اي حاجة لانها معها راجلين وبيقول له انها ارخص واحدة شافة في حياته وبيفضل يعيطه مش بيكون عارف يعمل ايه فلما بيتيجي لي امه بتقول له ما يعيطش قدام اي حد وبتقول له ان هو اقوى من كده وبالليل بيزوره سيف جعفر في السجن وبيقول له ان كل حاجة هتبقى كويسا شو الله وبعد ما بيمشي بيجي شوي الجعفر وبيشمت فيه وبيقول له انه احسن منه لانه زاره في السجن بالرغم من ان جعفر عمره ما زاره وبيقول انه هو عايزه يتعدم وباله مستريح وبيعرفه انه هو اللي اجر بلال شمة علشان يخطف ابنه واجر ستات يضربه دلال احد ما تسقط ابنها وانه الواحد اللي يعرف مكان ابنه وبواتها جعفر بيكون ثابت وبيسمع كويس اللي بيقوله شويه اشتركوا في القناة